جولة جديدة من جولات البحث عن رئيس للحكومة تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي أطلقتها ساحات التظاهر فالجولة الأولى من التكليب كما تعرفون انتهت باعتذار المكلف بعد استخدام سلاح كسر النصاب الذي توافقت عليه الكتل السياسية وها نحن من جديد أمام مخاض ثان لا يعرف مخرجاته فمن بين المكلف الجديد ومن مقبوليته لدى المتظاهرين مسافة قد تتنامى لتكون هو كبير أو تزغر وتتلاقى الرؤى لنشهد أهدا جديدا وواقع سياسي مقبول من الجميع ولكن ماذا لو عاد سيناريو الشخصية الجدلية التي يرفضها المحتجون فليس بالإمكان أن تتنازل بعض الكتر السياسية عما تراه حصة واستحقاق لها جدلية أخرى ينتظرها المشهد العراقي الذي بات نيزته الجدل والسجال السياسي إذن فنحن على موعد مع نزال من العيار الثقيل خلال الأيام القادمة هذا ما راح طرحه مع ضيوف في حديث بغداد والذي راح يكون بعنوان مقبولية المكلف الجديد ومطالب المتظاهرين لك